تعالوا معنا إلى السؤال الثالث من أين أتى هذا الكون؟ الجواب أقرأه للأعزة من كتاب آلهة في مطبخ التاريخ وهي التعبير إيقاسي جداً أحسن هو حر الإنسان يستعمل ما يشاء ولكن من غير إساءة إلى أحد هذه منهج أسير عليه آلهة في مطبخ التاريخ ثم هاي الآلهة في مطبخ التاريخ يريد يطبقها على سورة الفاتحة في القرآن قراءة في تاريخ سورة الفاتحة كتاب خطير جداً وأقول للأعزة إلي ما عند المقدمات الكافية لمطالعة مثل هذه الكتب أنا مو من أولئك الذين يقول يحرم كتب الضلال لا لا أبداً بيني وبين الله إذا ما عندك قدرة علمية تقرأ هذه الكتب فلا ينبغي الاقتراض منها من قبيل عزيزي يقولون لك منطقة موجودة هذه بيها أو بيئة كثيرة إذا مناعتك معالية تروح شايفين الآن منصر التلوث في البيع شي يقولون مولانا يقولون إلي عنده مولانا مرض رئوي يطلع للشارع إليه يطلع ليطلع يعني يحرموا لا هاي مهم يحرموا التشريعي هذا مرتبط ماذا بعالم التكوي إذا تريد تحفظ صحتك شنو لا تطلع يتقول لا أردت مرض موفق روح تمرض شريد منك ما قايلك أنت لا تطلع الطبيب يقول لك بابا في الشتاء إذا غسلت بمي بارد شي يصير بيك فلا تغسل هاي لا تغسل يعني يحرم يحرم لو لا يحرم الطبيب ما يقول لك يحرم يقول لك بابا إذا متريد تتمرض لا تغسل يتقول لي انت شعليك يقول لي خروح تمرض شريد منك موفق إن شاء الله أنا ما عدنا شغل به هذا الرجل الآن هذا اعتقاده بغض النظر هسا هماتي أنا ما مرادة من التاريخ ما أدخل ولكن أريد أن أجيب على هذا السؤال كيف أجاب عنه هذا الذي يعتقد أن الآلهة وين انطبخت ها في انطبخ التاريخ إذن إلهي لو مو إلهي حتى إذن يريد يجر النار إلى قرصه أو إلى الإلهيين لأنه إذا كان والأقل بعبارة الكتاب أنا ما رد أتكلم عن جمال علي الحلاق أنه هو موحد أو ماذا منكر عنوان الكتاب ها لا يشير إلى أنه يريد أن يدافع عن الدين انظروا ماذا يقول عن جواب السؤال الثالث في صفحة 56 أعزائي هذه عباراته والكتاب مطبوع أعزائي في 2012 أعزائي قد تبين يعني جديد جدا الطبعة الأولى دا منشورات الجمل ألمانية 2012 مولانا يعني قبل خمس سنوات أعزائي جيد يقول بحسب النظرية النسبية العامة التفتوا فإن الزمن هو البعد الرابع طول عرض عمق شنو ها زمن يكون قد بدأ مع الانفجار الكبير لأنه قبل ذلك هوكين وغير كنهم يصرحون أن الزمن بدأ مع ماذا؟ مع الانفجار اللي هو قبل 15 مليار سنة أعزائي جيد وبالتأكيد فإن النظرية يعني نظرية النسبية العامة مو الخاصة لأنه إن اجتائي عندها الخاصة والعامة دا أتكلم عن العامة اللي هي في الثانية العامة الثانية والأولى كانت خاصة وبالتأكيد فإن النظرية تبدأ مع الانفجار التفت ولا تتناول حالة الكون الأولي أو شكله الأولي قبل الانفجار ماذا كان يوجد؟ يقول العلم إلى الآن ما هو؟ ساكت عجز لا يستطيع أن يقول كان عدام كان وجود هذا الوجود مادة ما شنو كان؟ طاقة شنو كان؟ المهم العلم الآن شوفوا عجز العلم شوفوا قد هذا يستطيع أن يتكلم بشكل إطلاقي أو لا يستطيع نعم في حدود علم يقدر يتكلم وبالتالي فإنها لا تتحدث عن حجم وحدود الكون قبل الانفجار عجيب يعني قبل الانفجار هم أكو كون يقول بالي من هو قال لك ما أكو كون؟ من هو قال لك ما أكو كون؟ بس إحنا نعرف عنه شيء أو لا نعرف لا نعرف لأن الكون يصمت عن ذلك يعني له رأي أو لا رأي له لا رأي له ومن لا رأي له يقدر يحكم أو ليست لا حد قدر على الحكم والمراصد الفلكية عاجز لحد الآن عن قراءة هذا الصمت العلمي قال العلمي مني فالذي يمكن رؤيته وسماعه هو الدوي الانفجار الكبير أما قبل ذلك ها؟ عندنا معلومات أو لا توجد وسرعة ابتعاد المجرات وانتفاخ الكون كبالون يقولون الكون ده يتمدد بسرعة شنو؟ ها؟ هائلة هائلة أصلا لا تقاف لا يمكن ليتخيل هالإنسان هيدا يتمدد يقولون وهذا خير دليل على أنه له بداية القائلين لماذا؟ لأنه إذا كان أزلي لا معنى لأنجنوا يتمدد وإنا لموسعون هذا العلم ده يوسف لأقل نظرياته بغض النظر سؤال خلي ذهنك يمي سؤال ووفق رؤية كوفمان كوفمان مولانا جاي مطبق نظرية النشوء والارتقاء في عالم الأحياء مطبقها على النجوم والفلكية لأنه مرارا ذكرنا أن نظرية الارتقاء والداروينية مولانا طبقت على العلوم الطبيعية طبقت على العلوم الاجتماعية طبقت على السياسة هذا مطبقها وين؟ على ماذا؟ على العلوم الفلكية يقول مراحل من تاريخ الكون والحديث يشمل شكل المادة والقوانين المسيرة لها تكون قد اختفت وإلى الأبد كما انقرضت عندنا بعض الحيوانات بعد إلها وجودة ولا وجودة لها يقول بعض القوانين وبعض الأحكام وبعض النجوم والكواكب والمجرات اختفت التفت جيدا أي أن الانقراض الذي يحصل على الأرض مع الكائنات الحية يحصل في السماوات أيضا مع المادة وهذا يعني أيضا أن عملية خلق الكون اكتملت أم لم تكتمل؟ لم تكتمل بعد وإنا لموس وأنها مستمرة أنا هم حاشي أعدي مع الأعزة الذين يقولون بأنه هذا النظام ليش بي نقص يا عزيزي هو الكون اكتمل أو لم يكتمل هو انتظر ملان يقول يعني أنتظر ثلاثة مليار سنة أقول بيني وبين الله إذا تريد تصير علمي انتظر ملان حتى يكتمل الكون عد تقول بي أنه جنو كامل له جنو لو ناقص إذا حكمت إذا واحد يسوي له مجسمة وبعد ما واصل للإيديان حتى يسوي الإيديان تقول بينك هذا شون إنسان اللي إيديان ما عنده هذا شون إنسان اللي راس ما عنده ها تقول له بابا اصبر اصبر حتى يكمل وبعد ذلك ماذا لا أقل قول ما أدري لا تقول ماكو هاي فرق بيني تقول ماكو وليس بموجود وبينه شنو ها تقول لا أعلم هذا أقول هذا أقول قال لم تكتمل بعده وأنها مستمرة إلى أزمان قادمة بل يبدو لي إن اكتمال عملية خلق الكون ستتوقف فقط عندما يصل الكون إلى مرحلة الانهيار الكبير عندما يبدأ بالانهيار نفهم نفهم يعني عندما ينحدر نفهم أنه وصل إلى ماذا إلى القمة ووصل أولا ها هسا ارجعوا للقرآن متى يكتمل الكون يكتمل ها عند شنو عند الآيات التي قالت بأنه السماوات تنفجر الأرض هالشكيل البحار هالشكيل الشمس بكو يعني يبدأ النظام الكوني بماذا بالانحدار عند ذلك نفهم شنو هذه بداية شنو الانحدار خد شم مليار سنعود تنحدر ما درينا ما ندري ما درينا لعله في آن واحد تنحدر لعله شنو ثلاث مليارات سنعود شم مدري يعني أخذين لا نعلم هذه هما دي يقولون مو أحنا دي نقولها فعند تلك اللحظة ستبدأ المادة الكلية للكون بالانخساف إلى الداخل خسوفه كسوفه إلى آخره ويتحول الكون تدرون إلى شنو ويتحول الكون ككل إلى ثقب أسود إلي هذا السر الثقب الأسود معلوم أو غير معلوم إذن خلونا معكم الآن انتهى وقتي خلونا معكم إذن إحنا دي نبدأ من معلوم في الكون لو من مجهول لأنه قبل الانفجار الكبير نعلم أو نجهل نجهل فإذن بينك وبين الله تبدأ من مجهول وتريد تسوي لأحكام هذا موجود ذاك موجود منطقي لو ممنطقي يا أخي احترم نفسك وإحترم مو بس أنت احترم نفسي واتواضع للعلم أقول هذلك مبلغهم من العلم وفوق كل ذي علم علي والله لو كل واحد مننا فقط يتذكر هذا المنطق القرآني لما سب أحد أحدا وما لعن أحد أحدا وما كفر أحد أحدا وما فسق أحد أحدا وما ضلل أحد أحدا وما أسقط أحد أحدا ولكن هذا لأننا اعتقدنا أننا علماء ونحن علماء لو جهال جهلا مركبا أعزائي هذا الأصل احفظوا لنا شوفوا هؤلاء من قلت قبل قليل علماء الطبيعيات متواضعون أكثر شوف هكذا يبدأ يقول نبدأ من معلوم لو من مجهول تقول لا نعلم نصمت نصمت وهذه مو قليلة للعلم أن يقول أنا لا رأي لي أنت الآن لو تسأل عالم يقول ما أدري هذا كمان له نقص نقص فيه ولكن العلوم الطبيعية يقول ما ندري نحن لا نعلم نحن من هنا نعلم وما زاد لا نعلم ماذا نفعل هسا الآن إن شاء الله تعالى إذن احفظوا هذا الأصل إن شاء الله إلى الأربعاء القادمة عزائي وهو ماذا وهو أننا بدأنا من معلوم لو من مجهول أعزائي ها بدأنا ونحن نبصر البداية أو نحن في عمن من البداية ها عمن من البداية واقعا بعد مرة نبصر البداية هو إذا يقول ماذا نبصر أو لا نبصر لا نبصر في عمن من البداية يأتي السؤال الرابع والخامس والسادس إن شاء الله إلى الأسبوع القادم وهو هل له نهاية أم ليس له نهاية فقط أقولها بالفتوى فإذا على سبيل الفرض فإذا ثبت أن النهاية أيضا مجهولة فالإنسان يعيش بين ماذا بين مجهولين بين عمياويتين عد بينك وبين الله كيف يعطي الإنسان لنفسه ها الجرأة على أنه هذا الكون الذي يعيش فيه لا يعلم مبدأه ولا يعلم منتهاه يريد أن يعرف ما هو خارج ماذا هذا هذا هو السؤال الرابع السؤال الخامس أعزائي لماذا أن الكون هو كما هو عليه الآن الآن أنا أضرب لك مثال مختصر إن شاء الله يأتي أنت الآن إنسان الإنسان ما هو شكله ها له رأس واحد يدان رجلان قلب واحد إلى آخره كم صورة متصورة أن يخلق الإنسان بغير هذه الصورة ها لا متناهي أحسنتم يعني له رأسان له ثلاثة رؤوس له أربعة رؤوس له خمسة رؤوس له مئة رأس أكون موجودات رأس متعددة وموجودة لماذا الإنسان أبو رأس ومو أبو رأسي أيدي لماذا يعدين لماذا مو أربعة واربعين شون موعدنا إحنا حيوانات من أربعة واربعين نسمي ومن سبعة وسبعين ومن سبعين نسمي ها لماذا الإنسان وجد به بهذه الهندسة ولم يوجد ماذا أتكبر السؤال لماذا وجد الكون بهذه الهندسة ولم يوجد ماذا بهندسة هذا السؤال منه لابد يجاوه العلم خليه تفضل والسؤال السادس ما هي الغاية من خلق الكون والإنسان والحمد لله رب العالمين